السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي في هذا الفيديو من خلال الفيديو ان شاء الله سنتطرق لحرف جديد وحصة جديدة سنتعرف ونكتشف حرف الراء المرجع المفيد في اللغة العربية كما تتعرفوا هذه السنة هذه أنا كنشارك معكم وجود المراجع دي المستوى الأول المفيد في اللغة العربية وكتاب في اللغة العربية اتباعا تحت طلبكم نبدأ على بركة الله أكتشف وأتعرف أرفع يدي إذا سمعت الصوت الراء يعني سوف أقوم برفع يدي إذا سمعت حرف الراء إذن الصورة الأولى قيطارة قيطارة هل أسمع حرف الراء أم لا؟ نعم قيطارة إذن سأقوم برفع يدي قيطارة الصورة الثانية كمان 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 هل أسمع حرف الراء؟ لا لا أسمع حرف الراء كمان الصورة الثالثة رابابة رابابة إذن حرف الراء في المقطع الأول إذن سوف أقوم برفع يدي رابابة أرفع يدي السؤال الثاني أضع علامة في تحت الصورة إذا سمعت صوت حرف الراء في وسط الكلمة إذن حرف الراء في وسط الكلمة ليس في أول الكلمة ولا آخر الكلمة إذا سمعت حرف الراء في وسط الكلمة إذن الصورة الأولى رمان رمان هام ولكن حرف الراء في وسط الكلمة إذن سأضع علامة هنا الصورة الثالثة سيارة سيارة إذن حرف الراء في وسط الكلمة سأضع علامة الصورة الأخيرة مدار حرف الراء في المقطع الأخير بمعنى في آخر الكلمة إذن لن أضع علامة أقرأ وأتعرف أشكال حرف الراء أقرأ وأتعرف أشكال حرف الراء أشكال حرف الراء أول كلمة وسط الكلمة وآخر الكلمة الحرف في أول الكلمة حرف الراء في أول الكلمة لاحظوا معي رمان حرف الراء يشبه كثيرا حرف الدال لا يحب الإمساك في الحروف كثيرا يمسك من اليمين ولا يمسك من الياسار بإمكاني في وسط الكلمة أن يمسك من اليمين ولكن لا يمسك من هنا إذن رمان في أول كلمة حرف الرأى أول كلمة رماد الحرف في وسط الكلمة كما ذكرت يمسك من اليمين ولا يمسك من اليسار مراد أمسك في حرف الميم مراد مراد حرف الرأى وسط الكلمة لا يمسك في حرف الدال لأن حرف الدال كما كان عرفه أيضا لا يحب الإمساك في الحرف من الجهة اليسار لاحظوا معي در هامن هنا أيضا في وسط الكلمة در هامن لا يمسك في حرف الدال در هامن الحرف في آخر الكلمة هذا هو شكل حرف الرأى في آخر الكلمة وهذا الشكل يمسك في حرف قبله وهنا لا يمسك في أي حرف مر مر مدار مدار أعيد الحرف في أول كلمة رمان رماد الحرف في وسط الكلمة مراد درهم الحرف في آخر الكلمة مر مدار أصل حرف ر بالحركة المناسبة كما في المثال لاحظوا معي عند هنا ضمة تنويل فتحتين تنويل قصرتين تنويل ضمتين إذن لدي هنا حركة قصيرة رمان إذن سأصله مع ضمة رمان مع ضمة حركة قصيرة ضاراً ضاراً تنويل فتحتين تنويل فتحتين يكون فوق المناسبة بالصورة إذن سوف نقوم بقراءة هذه الكلمات ونصله المناسبة منها بالصورة مراد هذه الصورة ماذا؟ هل هذه الصورة مراد؟ أكيد لا مراد دار مرمار مرمار إذن هذه الصورة دار 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 صورة الثالثة رماد رماد سرير سرير مريم إذن هذه الصورة سرير سرير ليس رماداً وليست مريم أدمج المقاطعة لتكوين كلمة كما في المثال سنقوم بإدماج المقاطعة لتكوين كلمة نلاحظوا معي هناك كلمة مجزأة إلى مقاطع مراد ثم قاموا بإدماجها مراد الكلمة المولية رامي 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 مي رامي مدار ما ضا رن إذن قمنا بإدماج الكلمتين رامي مدار رن أقرأ أقرأ المقاطع سنقرأ حرف الر مع الحركات القصيرة الطويلة والتناوين انتبهوا جيداً را رو ري را رو ري رن 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 أعيد را نفتح فمي رو فمي على شكل دائرة ري أرسم ابتسامة صغيرة را أمد الحرف قليلاً رو كأن فوقه ضم وأمدها أيضاً قليلاً ري ابتسامة أطول رن 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 أعيد را رو ري را رو ري رن 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 أقرأوا الكلمات كما كنت لاحظوا الكلمات فقط من الحرف اللي درسناها من قبل يعني حرف الميم حرف الدهل وحرف الر فقط باش يجيونا السهلين في التهجئة را مي را مي را مي مر يام مر يام مري مري مر 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 دور 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 رد هذا التضعيف كان نحاول نضغط على الحرف كان نحاول نضغط على الحرف إذن رد عقدة مر ريم حمام مريم أمام ريم ريم أمام مريم مريم أمام مراد مريم أمام مراد ولاحظوا ما صار الحرف ثم أكتب لاحظوا ما صار الحرف وسط الكلمة إذن ثم سنكتب را رو وسط الكلمة ري را 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 رن رن را 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 منحتاجوش أننا نحط عليها الحركة تبعد المسألة أنا كننسى بزر ونحط عليها الحركة ما ض رن التمرين الأخير في هذه الأنشطة أختاروا المقاطع وأكتبوا كلمتان لاحظوا معي دن را مو الصورة الأولى دو دن را مو إذن سنرتيب مو والكلمة مو وسط الكلمة را أخر الكلمة دائما التناوين تكون في أخر الكلمة دن إذن مو را دن الكلمة الثانية صورة مدار إذن ما ما ض رن إذن ما ض رن إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة لمن تصلوا قناة نزال التعليم لأول مرة الضغط على زر الجرس ليصلكم دائما كل جديد وترك تعاليقكم فضلا منكم وليس أمرا وبصامتكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه نزال التعليم ترجمة نانسي قنقر